السلام عليكم اليوم اشرح لكم حالة الف بال second conditional الحالة الثانية من عدها عزيز الطالب اذا تنتبهوا ايا بالنسبة لحالة الف مكونة اندي جملة تأتي معاها الجملة الاولى اللي تسمى جملة السبب او جملة الشرط والجملة الثانية هي جملة النتيجة اذا يكون اندي موجود جملتين جملة سبب او جملة شرط وتلحقها جملة نتيجة الطالب يجب ان يعرف بانه هاي الجملتين شنو علاقتهم مع الف وطريقة التصحيح قبل لا ابدي بالموضوع واشرحها ممكن الالف اف تجي تكون موجودة بالوساط نعم هذه اف موجودة بالوساط يختلف الشغل لا لا ابدا ما يختلف الشغل جملة الشرط او السبب تكون بعد اف مباشرة وجملة النتيجة تطلع تسبق اف هنا الفارزة هي اللي فاصلة الفارزة هي اللي فاصلة عندي هذه الكومة ما بين جملة السبب وجملة النتيجة والحالة اللي ثانية لما تكون اف موقعها بالوساط جملة النتيجة اللي كانت بالاخير هنا تقدمت في مقدمة الجملتين كانت تصبح هي في صدارة الجملتين طريقة العمل على الحالة الثانية تنتبه عزيز الطالب انه دائما بعد الاف موجودة عند التنسز ازمنة بعد الاف تكون موجودة التنسز الازمنة الحالة الثانية الزمن اللي بعد اف هو زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط الماضي البسيط ممكن يكون ممكن يكون النغاتب منفي ما هو المنفي وما هو المثبت سبق وان شرحته في حلقة كاملة بالنسبة للباس سمبل عبارة عن سبجكت الفائل الفرب اللي يكون بعد الفائل محول للماضي باضافة او باضافة او يكون شاذ هذي في حالة المثبت واذا كان نغاتب منفي يكون او والفائل يكون عندي مجرد خالي من اي اضافة طبعا السبجكت موقع الصدارة الى بيئة جملة هذي حالة الماضي البسيط الباس سمبل بالنسبة للنتيجة اللي تطلع لما يكون عندي سبب اكيد اكو الى نتيجة فجملة النتيجة تكون عبارة عن ويد كود مايت مع فائل مجرد خالي من اي اضافة الفائل يكون عندي مجرد ممكن تكون منفية نعم ممكن تكون عندي ويد نات كود نات والمايت نات مع ايضا الفعل المجرد اذا هسا احنا ده نحكي عن الحالة المثبتة والمنفية بالنسبة لحالة الحالة الثانية يعني تخلي في بالك عزيز الطالب اذا وجدت فعل ماضي في الجملة اللي بعد اف يجب ان تكون الجملة الثانية لجملة النتيجة عبارة عن ويد او كود او مايت مع الفعل المجرد واذا بالعكس انطاك المجرس بالوزاري الويد او الكود والمايت مع الفعل المجرد انت تصحيحك للفعل يكون بتحويله الى زمن ماضي سوف تجتاز الامتحان الاختبار اذا تنتبه عزيز الطالب اليو اللي موجودة عندي هي السوبجيكت الفاعل استدد هذا البرب عندي من الافعال القياسية اصل الفعل هو استدي قلبت الواي الى اي وتمت اضافة اليد الى تمت اضافة اليد الى اصل الفعل هو الاستدي هذا الفعل قلبت الواي الى اي وضفنا اليد تحول الى ماضي بالمقابل تكون عندي جملة النتيجة كود مع فعل مجرد فعل مجرد ممكن يكون عندي ود ايضا مع الفعل المجرد ماكو اختلاف بالطريقة ماكو اختلاف كيف يكون الاسئلة بالوزاري او بالامتحان بالامتحان وبالوزاري يكون احد الجملتين ما بين الاقواس موجودة الفعل عندي اللي لازم اصححها حتقلوا انت انطيتي الجملتين بها تصحيح نعم انطيتي الجملتين تصحيح وموجود هذا التمرين بالكتاب لكن بالوزاري والمدرس مايجيب لك هاي الحالة الا في حال يشترط عليك موضوع موضوعنا second conditional second conditional اذا تنتبه عزيز الطالب الى موقع هذه اول خطوة تخطوها موقع موجودة موجودة بالوسط تخلي في بالك انه ما بعد الزمن بعد هالزمن بما انه انا بلغتك انه الحالة اللي احنا دي نشتغل عليه هي الحالة الثانية اذا تضع في بالك انه في الحالة الثانية الزمن اللي موجود بعد ف هو الماضي ف بالامتحان طريقة الجواب عزيز الطالب الاف نزلها السبجكت نزلها كما هي اجعل الورب الور الور فعلا المضارع الماضي مالتا الريجولر شاد اللي هو ماضية الور هل ستقول لي ستعزيز طالب اشي اسوي باقي الجملة شن اللي اشتغل عليها ولا تشتغل عليها تنزلها الى حد الفلسطوب نزلها فقط الفرب اللي بين قوسين حول اليا فقط هذا الجملة الاولى اللي هي تقدمت جملة النتيجة اللي تقدمت بما انه الجملة وكأنها مع علاقة طردية اشبه بالمعادلة اشبه بكفتي الميزان بما انه اللي بعد if تحولت الى زمن الماضي البسيط اذا الجملة الاخرى يجب ان تكون عبارة عن would او could او might مع الفعل المجرد نزل لي الـ subject الشي الفعل وين هذا الفعل بين قوسين اللوك ش تقول القاعدة عندي تقول الفعل ينزل مجرد كما هو وباقي الجملة تنزل كما هي لكن يجب ان اضيف would او could او might قبل الفعل خلاص اشتغلت على الجملة وتمت الصيح هذا هو جوابي الجملة الاخرى انتبه الى موقع if if موجودة في مقدمة الجملة في بالي انه الحالة second conditional يجب ان تكون الجملة اللي بعد if هي pass simple ماضي بسيط اذا الجواب سيكون if نزلها i تنزلها البي تحول الى was aware حسب الفاعل حسب الفاعل was aware تحول البي الى where نزل الyou الى نزلها ما يتبقى من الجملة كله نزله فقط انتبه لي على ما بين الاقواص not ask القاعدة اللي عندي تنص على انه اضيف would او could او might ومع فعل مجرد هذه انزله زيان ال not اني وما اترك ها موجودة معناها شنو معناها يقل للمدرس انطيني حالة negative انفي اياها فال would اضيف ال not would not مع الفعل المجرد ask واكمل باقي الجملة الى حد الفلسطوب الطريقة بنمبر ثري الجملة الثالثة هي هاي الطريقة اللي احنا ننطيها بالامتحان وبالوزاري correct the form of the verb صحح ما موجود في الجملة بالنسبة للفعل الجملة تنتبه عزيز الطالب اولا الى موقع ف موقع ف موجود في وساط الجملة ما بعدها بتجواب طبعا تنزلها تنزل ال subject اللي تنتبه بما انه احنا ذكرنا الزمن هو الذي يأتي بعد f الزمن يأتي بعد f والزمن في الحالة الثانية هو simple الماضي البسيط بما انه البعد اللي منطيني شيف شيف هو فعل ماضي قياسي منته بال ed اذن بما انه جملة t بالماضي نزلها كما هي الى حد الفلسطوب انا اش اضع في بالي عزيز الطالب انت المفروض تفكر الجملة اللي موجودة بالزمن الماضي بعد f يجب ان تكون جملة الاخرى النتيجة عبارة عن would could might احدهم احدهم هذه الافعال مع الفعل المجرد اذن بالجواب تنزل subject نزله تضع ماكو اي مشكلة تخلي would او could او might would تنزل الفعل المجرد وتكمل باقي الجملة هاي طريقة تصحيحك number four جوابك عزيز الطالب اول ما تنتبه الى موقع f وذكرت بانه بعد f هو يكون عندك الزمن زمن الماضي البسيط بالحالة الثانية second هالمرة المدرس ايضا منطيق فعل واحد بين قوسين وهي هاي الطريقة طبعا اللي بالامتحان تجي وبالوزاري واحد الجملتين تمت الاجابة عليها احد الجملتين تمت الاجابة عليها اذا تنتبه عزيز الطالب الاجابة تمت على الجملة الجملة النتيجة اللي متقدمة في البداية عبارة عن ويد مع فعل مجرد هذا ويد والفعل المجرد بتجواب انت تنزل هن كلهن ما تتلاعب بالجملة الى حد الاف تنزل my friend هو هو الفاعل التصحيح يتم على ما بين الاقواص بما انه عندي ويد وفعل مجرد اذا الجملة الثانية يجب ان يكون فعلها بالزمن الماضي ماضي say irregular ماضي هسيد وباقي الجملة ينزل الى حد الفلسطوب هذا التصحيح الجملة الجملة نمبر الخامسة تنتبه عزيز الطالب الى الجملة الخامسة ايضا اول ما تبحث عنه موقع f f موجودة في الوسط ما بعد f شنال موجود بعد f موجود عندي زمن الماضي البسيط ال وين عرفته ال woke up هذه ال woke up اصل الفعل wake up هذه المضارع مالتها والماضي مالتها woke woke up هذه الماضي مالتها regular verse من افعال الشاذة الغير قياسية نزلها بالجواب الى حد الفلسط بما انه وجدت انت في الجواب المدرس منطيق بعد f جملة بزمن الماضي يجب ان تكون جملة النتيجة موجود بها would could might قبل الفعل المجرد قبل الفعل المجرد لكن هذه الحالة بالنقطة الخامسة شاذة ليش لانه عندي what اداة سؤال فتكتبوا ياي عزيز الطالب ملاحظة اكتبوا ياي ملاحظة اذا وجدت ادوات استفهامية اذا وجدت ادوات استفهامية في مقدمة الجملة يكون عندك موقع الود والكود والميت قبل الفاعل وليس الفعل قبل الفاعل وليس الفعل تكتبها ملاحظة اذا وجدت ادوات استفهامية في مقدمة الجملة موقع الافعال ويد كود مايت تكون قبل الفاعل وليس الفعل على شرط ان يبقى الفعل مجرد على شرط ان يبقى الفعل مجرد اما ما هو السبب اللي وضعنا ويد كود مايت قبل الفاعل السبجيك لانها جملة استفهامية جملة استفهامية طريقة اخرى ممكن ان تكون موجودة ودائما تجي بالوزاري وايضا بالامتحانات هي الطريقة الاختيارات تأتي اف ايضا مو فقط بالكوريكت تصحيح احيانا تأتي اختيارات نمبر سيكس الاف موجودة في المقدمة حتى لو كان تحتاج عزيز الطالب انه تفكر الها تفكر الها اول ما تنتبه لموقع افوين موجودة وتخلي في بالك انه الازمنة هي بعد اف موجودة اللي بعد اف هو الزمن تنتبه لازم تعرف الزمن اللي موجود بعد اف اي زمن اللي جاي قدنا احنا اكثر من حالة زيرو والفيرس والسكند والثيرد انا اذا اشرح حاليا بالسكند ونوه على انه حالة السكند كونديشنل هذي لكن عزيز الطالب انت اللي لازم بالامتحان تعرف وتخمن بانه انت في حالة السكند الاف موجودة الاي موجودة اذا وجدنا الوير والوز موجودة معناها الجملة بزمن الماضي الجملة بزمن الماضي اذا كانت جملة بالزمن الماضي احنا اتفقنا علاقة طردية ما بين الجملتين جملة بالزمن الماضي اذا الجملة الاخرى يجب ان يكون اختيار هود السبب لان الول ليست ماضي الود هي الماضي إذن اختياري كل الود نمبر سبن F موجودة أيضا بالمقدمة إذا تنتبه عزيز الطالب الموجود عندي اختيار هاد وهاب هاد ماضي والهاب أصل الفعل أصل الفعل هو الهاب تعتبر أنت أحيانا هو ما يدل على المظاهر ما يدل على المظاهر وإلها شغل كثير الهاب الجملة الثانية جملة النتيجة ود مع فعل مجرد عزيز الطالب تنتبه لهاي الحالة وتكون حافظها بأنه الود الكود المايت سواء كانت أفرمتها مثبتة أو نيغاتف منفية مع أفعال مجردة يجب أن تكون علاقتها طردية مع جملة السبب هذه الود والكود والمايت إذا أجدت يجب أن تكون الجملة الأولى بزمن الماضي زمن الماضي إذن يكون الإختيار الصح هو هاد The last one آخر جملة عندي أيضا الـF موجودة وما بعدها عندي الهاد والهاب واتفقنا الهاد دالة على الماضي والهاب دالة على المظاهر بهذه الزمن دالة على المظاهر طبعا تنتبه عزيز الطالب إنه أنا من دا أحجي هاد وهاب دالة هذي على الماضي دالة على المظاهر من نشرح موضوع البرفكت لا تختلط عندك المسألة راح يكون الشغل غير شكل وياها لأنه حتكون مستخدم هناك الـPost بـParticipal مع الـHUD والـHUD الكود الكود سيرج عبارة عن كود نفس الطريقة كود ويد مايت مع فعل مجرد إذا وجدت الكود والويد والمايت تسبق الأفعال المجردة إذن المفروض تكون عندك أيضا الجملة الأولى بجملة الماضي البسيط جملة الماضي البسيط أتمنى استفاديتو من الشرح اللي قدمت عن السيكوند كوندشنال وشكرا إذا كنت متقلت